اكثر من 15 مليون قطعة سلاح ناري خارج سلطة الحكومة في العراق بحسب مسح أجرت منظمة سمول آرمز سورذي التي تتعقب انتشار الأسلحة في أنحاء العالم المنظمة أشارت إلى أن السلاح المنفنت يخطف حياة المدنيين في العراق وما مقتل العديد من العراقين وبينهم أطفال بسلاح عشوائي إلا دليل على سمرار مشهد يتكرر في بلد لا يزال يعاني مخلفات حروب ونزاعات سياسية السمرت لعقود حيث نهشت أعمال العنف العراق الذي يسكنه نحو 43 مليون نسمة منذ الغزو الأمريكي عام 2003 وثلاثة فضلا عن العنف الطائفي الذي أدرته الميليشيات وخلف مئات الآلاف من القتلى بحسب المسح الدولي وعن أسباب انتشار السلاح في العراق أكدت منظمة سمول آرمز سورذي أن تصفية الحسابات السياسية والصراع بين الميليشيات من أبرز أسباب انتشار أنواع من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة مضيفة أن نحو 8 ملايين سلاح ناري كان يوجد في العراق عام 2017 مقدرة أن تكون الزيادة الآن بنحو 3 إلى 5 بالمئة سنويا منذ ذلك التاريخ بدورهم يرى خبروا أمنيون أن سيطرت على السلاح وحصره في يد الدولة أمر بالغ صعوبة في ظل وجود حكومات تسيطر على الأحزاب والميليشيات مع فشل الخطط الحكومية للسيطرة على السلاح المنفلت وعلان وزارة الداخلية افتتاح مراكز لتسجيل أو شراء الأسلحة غير الخفيفة من العامة مثلت دعاية حكومية وترويجا دعاية ليس إلا بحسب مختصين عسكريين رأوا أن خطط الحكومة غير مقنعة للمواطن الذي ما عاد يثق بالدولة لحمايته وبمجب القانون العراقي عاقب بالسجن لسنة واحدة من يملك سلاحا من دون إجازة إلا أن هذا القانون لا يسري على سلاح الأحزاب والميليشيات ما أدى إلى حظ أرواح الكثيرين من المواطنين العراقين بسلاحا منفلت مثل واحدا من أخطر المشكلات المزمنة في العراق رغم الوعود والعهود التي قطعتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى الآن شكرا شكرا شكرا